الرعب بتاع الدول برضو زي ما احنا كنا بنقول لك روحت بيجي برعب وبتلاقي الزومبي في حتة والدراكيولا في حتة والجوست في حتة والمثلمايات نفسها يعني هجلنا عندنا لي اسم في بلد تاني يعني الخليج بيقولوا عليه زيران اللي ايه؟ زيران في عمان مثلا بيقولوا على الجن زيران طايلها زيران فانا عملت قصة مخصوص باسمها زيران عن واحد سافر عمان وبنته اتلبست بالزيران بتاع هنا زيران هناك مقصباش وجي وراه ومشكلة بقى انه جي مصري فمزيران تكاسر بقى زيران مصري انت كانت تكتب رعب هالس لا لا ما تقلق بس نحن ريتك ان احنا بنكيفه انه يطلع بس في الاخر يخوف لو شيلتي المزيكة وشيلتي وحطيتي المزيكة كوميدي هيقلبكم انت تفسيرك ايه؟ لانه انت نفسك كنت بتحب الرعب يعني اكيد انت وانت صغير بتقرأ الرواية وتنمى تعطى تخيل اه 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 انا كنت بشوف انا من ايام شرية الفيديو اصلا اه كنت بشغل بقى شرية الفيديو اصلا اقول له حضرك الحاجة ممكن بالوقت ممكن ناس من اللي بتشوفنا اه فيديو ايه يعني فيه ناس من اللي بيسمهوني ايه فيديو ايه اعمل حاج يعني انا كنت بجيب افلام الرعب واقفل على نفسي واتفرج عليها وطبعا ليه لا سودا ما بتخلصش بعد ما الفيلم يخلص فافضل اشوف وبعد كده اكتب انا كنت غاوي الحتة دي غاوي الحتة دي ليه زي اي حد بيحب الرعب اللي بحب الرعب دايما هي حتة غمضة حتة مقسودة دايما الابواب المقفولة دي حلوة الواحد ممكن واحد يوارب يطلع خطوة وممكن حد يفتح على الرعب ويدخل ويتعمق زي انا لما قريت انا بلعب الحاجات دي طبعا بحبا جدا اكيد يعني لكن لما قريت فيها لقيت ان كل تحليل الفلاسفة وعلماء للقلم النفس والمش عارف ايه زينا يعني النتائج اللي بيوصلوا لها زينا هو يمكن الانسان بيبقى عايز يحفز نفسه وينمي طاقة الدفاع عن النفس والمش عارف يتشجع من المش عارف ايه او عايز مثلا يدخل في عالم وازي ينفذ فيه كل ما لديه ويخرج من الواقع ده او يستدعي سلطة انه هو بيحضر شاف ايه وبتاعه الناس تجيله وحاجات كده فالاجابات عالتساؤلات شبهنا شبه اللي احنا بتقولها مش مصلين لحاجة عظيمة هي انا بشوفها دايما انها الحاجة الغمضة يعني واحنا حياتنا الحياة عموما حاجات مادية كتل كده لكن ده بالذات والخالي العالمي لأ ده حتة تانية ابدع تخيل ألف اسرح تخيل اللي عندك كله ملهاش نهاية شكرا لكم